أشد فضيلة الدكتور شوق علام مفتي الجمهورية رئيس الأمان العام لدوريو هيئة الإفتاء في العالم بشجاعة أبطال القوات المسلحة وبسالتهم في تصدي للهجوم الإرهابي الخسيس وشدد مفتي الجمهورية على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوى لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لكونهم يتصدون بكل قوة وبسالة لعملياته الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعا عن الوطن ودع مفتي الجمهورية جمعة الشعب المصرية إلى وحدة الصف وتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب